عززت عدة دول أسوية تدبيرها الرقابية لمواجهة انتشار فيروس جديد غامض يشبه الفيروس المسبب لمرض السارس وأسفر حتى الآن عن وفاة ستة أشخاص في الصين ويثير مخاوف من أزمة صحية عالمية ومن بانكوك إلى هونج كونج وسينغافورا وسيدني عززت السلطات إجراءاتها الرقابية على الرحلات الواصلة من المناطق التي ينتشر فيها المرض بعدما أكدت الصين أن هذا الفيروس المنتمي لعائلة فيروسات الكورونا قابل الانتقال بين البشر فيروس الكورونا يثير الذعر بين المواطنين في الصين والسلطات تؤكد احتمالية انتقاله بين البشر ومخاوف تفشيه في الدول المجاورة تزداد عقب وفاة ستة أشخاص وتسجيل ما يزيد عن مئتي حالة إصابة في الصين وأربع حالات خارجها وتقارير تؤكد أن العدد الحقيقي للإصابة أعلى بكثير مما كشفته السلطات الصينية ويتوقع الباحثون إصابة ما يقرب أربعة آلاف وخمسمائة حتى الآن ومنظمة الصحة العالمية تعلن عقدها اجتماعا طارئا غدا بمشاركة الصين لتحديد ما إذا كان مناسبا إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي وهو التدبير الذي يتخذ عادة للتصدي للأوبئة الأكثر خطورة يجب توقع المزيد الحالات في أجزاء أخرى من الصين وربما في الأيام القادمة ينهي فريق من منظمة الصحة العالمية مهمة مع مسؤولي الصحة للعمل على الاستجابة لفيروس كورونا الجديد ستنضم الصين إلى البلدان المتضررة الأخرى لحضور اجتماع لجنة الطوارئ الذي ستعقده منظمة الصحة العالمية لتبادل المعلومات حول الالتهاب الرئوي وإجراء تحليل علمي للوضع الوبائي وبعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس في تايلند واليابان وكوريا الجنوبية تعلن دول شرق آسيا إلى جانبها أستراليا بدأ اتخاذها إجراءات أمنية مشددة لتوقي انتقال الفيروس إلى بلادها عن طريق المسافرين القادمين إلى بلادها من الصين وهونغ كونغ تعلن عن حالة تأهب قصوى إلى جانب اجتباه تواجد حالات للإصابة على أرضها